نضم إلينا من تونس مرسل الغج بلال مبروك بلال ما هو المشهد الآن في شمال بلاد مدينة سليانة تحياتي لك سيهام نعم يمكن الجزم الآن بأن الأمور عادت إلى طبيعتها في سليانة لوجود للمشحنات والمنوشات التي كانت قد عشتها المدينة ليلة أمس الجديد سيهام هو أن السلطات الأمنية احتفظت بثمانية أشخاص أثر مواجهات البارحة وابقاء شخص تاسع في حال التقديم يعني بسبب ربما تهم تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتجمهر بالطريق العام وقطع السير العادي لحركة المرور هذا وفق تصريح لمصدر أمني ليوكلة الأنباء الرسمية لتونسية ووزارة الداخلية حتى اللحظة لم تصدر أي بلاغ أو حتى بمحاولة استضاع حين كان هناك تحقيق سيفتح وشيء من هذا القبيل لم يصدر أي شيء عموما يعني الحادثة تتمثل في اعتداء من قبل أمني على راعا في الطريق العام يعني هذه الممارسة وهذا السلوك أثار انتقادات كثيرة خاصة طيب هل الأمر فقط متعلق بضرب شرطي لهذا الراعي وإهانته أم هناك خلفيات سياسية هناك دوافع سياسية في هذه المنطقة وإذا لم يكن هناك هذا الشيء أو دوافع السياسية ما الذي قام به هذا الراعي وما سبب هذا الغضب كله وبعد ذلك هل اعتذر هذا الشرطي من المواطنين أو من الراعي ذاته بضبط سيامية ربما لا وجود خلفيات أو دوافع سياسية أو ذات طابع مطلب لأن الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات النقابية وحتى المنظمات الحقية لم تتبنى الاحتجاجات ولكن هناك شجب واستنكار وانتقاد شديد في الحقيقة لسلوك هذا الشرطي خاصة وأنه أهان مواطنا في الطريق العام ربما العصاب مشدودة بين الضفرين بسبب الحجر الصحي العام وحضر التجول في الساعة الرابعة ولكن هذا لا يبرر وفق حقوقيون كثر وفق حط رأي العام هذا لا يبرر مثل هذا الاعتداء خاصة وأنه يأتي من السلك الأمني الجميع يعلم أن السلك الأمني والمؤسسة العسكرية التونسية قدمت عشرات الشهداء في معركة تونس من الهلاب ولكن هناك انتقادات كثيرة ومطالبات لوزار الداخلين لوضح حد هؤلاء الأفراد الذين يحاولون إيهانة المواطنين والاعتداء على المواطنين لأن تونس تعيش في مناخ ديمقراطي وحقوق الإنسان هو ربما عنوان بارز في الانتقاد الديمقراطي في تونس وبالتالي يمكن القول بأنه يرتقب من وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا في هذا الموضوع وتعاقب من قام بهذا الخرق إنجاز التعبير وهذا الاعتداء خاصة هناك أنباء هناك حديث سلبة وزارة الداخلية أن هذا الشخص هو الآن ربما تمت نقلته إلى حين أن تتم ربما تسليط عقوبات أخرى عليه حتى يكون عبره لمن يعتبر بها طبيعة الحال ويحترم المواطنين ويحترم حقوق المواطن سيهان بيلال مبروك مراسل الغد في تونس شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة